موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم في هذه الحلقة من سواعد أمل من أجل المساهمة في مساعدة الفتيات المنقطعات عن التعليم يعمل معهد تستقل على تحقيق أهدافه التربوية والتعليمية في سبيل خدمة المجتمع السوري ويسعدنا للحديث عن المعهد أن نصطدف هنا في الستوديو الدكتورة رامية مستو عضو في الهيئة الإدارية للمعهد أهلا وسهلا بك دكتورة أهلا وسهلا بك وشكرا لقناة حلب اليوم على الاستضافة واسمح لي أن نوجه تحية لأهلنا الصامدين بحلب وما فينا غير نقول يا نار كوني بردا وسلاما على أهلنا في حلب بداية دكتورة نريد أن نتكلم عن المعهد كبداية النشوء كيف جاءت الفكرة وما هي المراحل التي مر بها لحين وصوله إلى هذا الشكل الموجود عليه الآن فكرة معهد تستقل نتجت عن تجمع وتجمع نساء سوريات تقود بالقول والنين حتى الاسم تستقل إجا من أوائل حروف هاي الجملة مجموعة نساء بنتموا لمناطق مختلفة من مناطق سورية مختلفة فيه إلى النشاطات ومشاريع ورؤيا ثياسية ففكرة المعهد نتجت عن هذا التجمع كبداية وبعدين أنه بعض السيدات اشتغلوا عليها بشكل مدروس أكتر ونشأت الفكرة تقريبا من حوالي عام بس انطلق المعهد بالشهر العاشر من عام 2015 شكر رسمي طيب أبرز أهداف المعهد لماذا قمتم بإنشاء هذا المعهد؟ المعهد بيتوجه تحديدا إلى الفتيات من عمر تقريبا 14 إلى 18 سنة المنقطعات عن التعليم أبرز أهدافه الغاية من فكرة إنشاء المعهد هي إعادة تمكين هدول الفتيات علميا يعني إعادة خرطهم بالمدارس إعادة تأهيلهم يعني هدول الفتيات انقطعوا تقريبا ممكن من 4 أو 5 سنوات عن التعليم منهم ما بيعرف أبدا القراءة والكتابة منهم وصل للصف الخامس للصف السابع فالفكرة الأساسية تعليم القراءة والكتابة لهدول الفتيات طيب هؤلاء الفتيات المنقطعات عن الدراسة في المرحلة السابقة بعد أن يتخرجوا من المعهد هل تقومون بوضعهم بمدارس مثلا أم يزامن وجودهم بالمعهد مع المدارس الشريحة اللي استهدف المعهد هي الفتيات اللي معم يروحوا على المدارس لصعوبات متعددة أغلبها هي بنتموا لبيئات محافظة حتى فكرة أنهم يروحوا على مدارس تركية شوي صعبة عليه هون على أهاليهم فكرة أنه تقبلوا المدارس التركية في منهم منقطعين من 6 أو 7 سنوات في منهم منقطعين من ما دخلوا على المدارس لشكل نهائي فالفكرة هي بتقومها بالشكل التالي إما صبر هدول الفتيات حتى دمجهم بالمدارس كخطوة وممكن أنه تعليمهم القراءة والكتابة ممكن منهم ما في عندهم حتى شهادة سادس حتى يدخلوا على المدارس أو على الأقل اللي ممكن تقدم فحص البكالوريا في بعض الفتيات اللي هن أخذين البكالوريا ولكن ممكن يساعدهم المعهد أنهم يحصلوا على مقاعد دراسية فتحديدا المعهد قام لإعادة تأهيل وتمكين هدول الفتيات وحسب حالة كل فتاة تتوجه للمكان البناسبة طيب دكتورة ما هي الصعوبات التي واجهتكم في تأسيس المعهد؟ كون المعهد توجه للفتيات اللي بنتموا للبيئات المحافظة البيئات المغلقة فالصعوبة والتحدي الأساسي اللي واجهنا هو كيف نقنع زوية دول الفتيات أنه نجو على المعهد حقيقة هاي الصعوبة كانت جدا واجهتنا بداية إنشاء المعهد مديرة المعهد السيدة عزيزة جلود كان إلى دور أساسي بهذا الموضوع عن طريق التواصل مع زوية الفتيات يعني حتى هي كانت تقوم بزيارات منزلية تقعد ساعة أو ساعتين تحكي مع أهل البنت أحيانا تجي أمه أو أخته تجي على المعهد يوم أو يومين حتى تشوف شغلنا بالمعهد بعض الآباء أنه أرسلوا بناتهم وقالوا أنه نحن رح نضعكم تحت التجربة فكان في صعوبة جدا بذكر أنه حتى كانت سيدة عزيزة تجيب أرقام بنات منقطعين عن التعليم بنتموا لبيئات جدا مغلقة جدا محرومين من كاف على كافة الصعود فتتواصل معهم وتقنعهم هذا كبداية ولكن هلأ بعد أربعة أو خمسة شهور صار في ناس هي تجي تسأل عن المعهد المعهد طبعا الطلاب الموجودين فيه هم يدرسون بالمجانة ليس كذلك؟ طبعا هو المعهد معهد مجاني بالكامل حتى المواصلات مجانية هو عبارة عن عدة أيام بالأسبوع الدوام بيبلش من الساعة عشرة للساعة أربعة بعض الظهر والمواصلات طبعا مجانية وفي كمان مسؤولة باص بتأخذ البنات من بيوتهم وترجعهم يعني عم نحاول أنه كون أنه نحن مستهدفين شريحة معينة شريحة محافظة فعم نحاول أنه نتماشى معها وفق طلباتها حتى تقدر تأمنوا تبعات بناتها كم هو عدد الطلاف المعهد لديك؟ لما بلشنا المعهد كان العدد تقريبا عشرين بنات هلأ أوصل للسبعين بنات وطبعا أنه في عدد يعني في كتير صبايا حبين ينضموا للمعهد ولكن هلأ حاليا نحن موقفين القبول للطلبات حتى تفتتح دورة جديدة بعد شهر رمضان طيب داخل المعهد كيف هي طريقة العمل لديكم المنهاج؟ النشاطات التي تقومون بها هل هي فقط نشاطات تعليمية؟ كون المعهد وفكرتها أساسها هي التعليم فمركزة بشكل أساسي على التعليم تعليم اللغة العربية كمحو أمية بعض الفتيات مثل ما قلت لك أنه حتى ما بيعرفوا أي شيء قراءة كتابة ما بيعرفوا أي شيء تعليم اللغة التركية كونها موجودين بتركيا فضرورة أنه تعليم اللغة التركية اللغة التركية هي على عدة مستويات بعض الفتيات بس إلى حد تعليم الأحرف بعض الكلمات وفي صوايا عم يدرسوا التمر وتأهلوا للمستوى الثالث بالتمر وإن شاء الله المعهد يساعدهم بأنه يقدموا التمر عن طريق الجامعة ويحصلوا على شهادة التمر طيب عندما يتخرج الطالب من المعهد هل هناك شهادة تؤهله لأن يمارس عمل ما مثلا أو أن يدخل إلى حق التعليمي يساند أو يجعله يكمل ما زرعه في هذا المعهد؟ طبعا المعهد ليس معهد أكاديمي حتى نعطي الصبايا هي الشهادة التي تقول عنها هو المعهد غايته هو خرط الصبايا في استلك التعليم من جديد كيف يمكن أن نخرطها؟ لكن يقدم منهج تعليمي طبعا حتى المدرسات الموجودين مدرسة اللغة العربية والإنجليزية والتركية هني مدرسات أكاديميات المنهج أكاديمي طبعا منهج التمر اللي يدرس بالمعهد ونفسه اللي يدرس بجامعة عنتاب ولكن اللي بقصده أنه المعهد بيساعد الصبايا حتى ينأهلهم يندمجوا بالمدارس يحصلوا على شهادة البكالوريا يحصلوا على شهادة التمر هو عبارة عن مفتاح يساعد هذول الفتيات ليدخلوا لطرق جديدة طيب ما هي أهم المشاريع التي قام بتنفيذها المعهد بالفترة السابقة؟ الأهم مشروع للمعهد هو نفسه مشروع المعهد اللي قائم عليه وهو تمكين الفتيات كل بنت عنا بالمعهد هي مشروع فمعهدنا ما هو معهد بيقوم بمشاريع تنموية اقتصادية حتى أحكي لك عن مشروع معين إنما هو كل فتاة بحد ذاتها بالمعهد فهي عبارة عن مشروع حكيت لك عن التعليم في عنا كمان بالمعهد مادة الخياطة الخياطة اللي بتتعلم بالمعهد كمان عن طريق مدرسة بتعلم الخياطة بشكل أكاديمي بشكل يعني تدريبي الغاية من تعليم الخياطة هي إنه حتى فتح أفق لهدول الصبايا ممكن يتطور وضع يعني يمكن إذا حبوا الخياطة يوصلوا لموضوع التصميم يوصلوا لموضوع مجرد إنه درزة وخياطة عادية ولا وما هي الغاية من موضوع الخياطة إنه نفتح مشاريع اقتصادية الغاية هي عبارة عن فتح أفق للصبايا تمكينهم بحيث إنه إذا كانوا غير قادرين على متابعة تعليمهم يستطيعوا إنه يحصلوا على عمل سوف أسألكي دكتورة لكن بعد الفاصل عن كيف تستطيعون أن تستمروا اقتصاديا من خلال التبرعات أو من خلال بيئة اقتصادية ذاتية ولد نفسها لكن بعد الفاصل مشاهدين ابقوا معنا فاصل قصير ونعودوا إليكم أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى ونرحب بك دكتورة مرة ثانية في البرنامج كنا قد توجهنا إليك بسؤال كيف تحصلون على التمويل للاستمرار بالمشروع التربوي التمويل هذا المرض الموجود عند كل المنظمات نحن الحمد لله بالمعهد التمويل هو عبارة عن هو معهد تستقل أسرة تستقل بدي اختصر لك المعهد بكلمة أنه هو أسرة تستقل فلذلك التمويل بيكون عن طريق تبرعات من أصدقاء أصدقاء المعهد حتى المبلغ اللي قائم على المعهد هو مبلغ جدا بسيط أجور المدرسين هي رمزية النشاطات التطوعية كلها مجانية فلذلك المعهد قائم على مبلغ جدا يعني لا يذكر بيعتمد أساسا على تبرعات الأصدقاء من فترة الأستاذة هند عملت فطور خيري في كندا وفي كتير أشخاص حبوا فكرة المعهد حبوا أن يساعدوا وهكي التمويل بيكون يعني تمويل ذاتي تمويل ذاتي من أصدقاء مؤمنين عندهم نفس الإيمان بالشيء اللي نحن عم نعمله طيب بناء المعهد حاليا أنتم تأخذون منزل أم لديكم بناء كمواصفات مكتبية نحن اضطرنا ناخد بناء بمنطقة يدي تبا وعبارة عن شقة سكنية ببناء يوحدة ما في عنا جيران فضطرنا ناخد بهذا المكان كون أنه ما فينا ناخد مناطق فيها جيران فيها مأهولة أكتر شقة سكنية عبارة عن ثلاث غرف وصالون غرفة إلى الخياطة غرفتين بيتم في تعليم الإنجليزي والتركي واللغة العربية وغرفة المكتب طيب دكتورا نحن تحدثنا قبل الفاصل أنكم تستهدفون فئة الفتيات قسم منهم بيقيتهم محافظة شوي هؤلاء الفتيات كيف استطعتم الوصول إليهم؟ كان في صعوبة مثل ما قلت لك كبيرة عن طريق أعلاقات الاجتماعية لأسرة معهد تستقل جميع أعضاء معهد تستقل ساهمت بهذا الموضوع من مدرسة الخياطة، مدرسة التركي، مديرة المعهد أنا كمسؤولة بالمعهد الجميع دون استثناء مع سبيل المثال ممكن تجي لعندي صبية على العيادة تجي أم إسألة كم صبية عندك إيش عم يعملوا، شو عم يشتغلوا فثقتهم فينا هي اللي خلتهم أنهم يبعدوا بناتهم إضافة أنه ببداية تأسيس المعهد ستة عزيزة كتير تعذبت بهذا الموضوع كانت تعمل زيارات منزلية تعرف أنه بهذه الحارة في بنات منقطعين عن التعليم تعملهم زيارة، تقعد مع أهلهم في أحيانا اتصالات تتصل فيهم على البيت توصلهم على البيت ببداية إنشاء المعهد توصلهم وتجيبهم هي قبل ما يصير فيه مسؤولة للباص المعهد فكان فيه صعوبات والحمد لله أسرت تستقل كلها ساهمت بهذا الموضوع طيب دكتورة أنا قبل الدخول بالحرقة تكلمنا عن اليوم الثقافي حبذة لو تشرح لنا ما هو هذا اليوم اليوم الثقافي بالمعهد تقريباً مبلش أو كان مبلش قبل ما أنا أدخل على المعهد بالفترة اللي دخلت فيها دخلت كون أنه يعني الأفكار نفسها كانت الفكرة أنه تعليم الصبايا بعض المعلومات الطبية ودورة إسعافات أولية حكينا وكان فيه كتير قبول من البنات بذكر أول يوم أنا كان بعطي فيه درس بالمعهد سألت الصبايا شو بتحبوا أعلمكن حتى أنه يكون فيه تشارك بالعملية التعليمية ما يكون أنه منهاجه أعطيهم فقامت وحدة أرخي أنه أنا بدي أتعلم كل شيء صراحة أنا وقفت جامدة أنه قدام جيل جيل بالفعل الفتيات السوريات في هذا العمر عمر 12-11 نقطعوا عن كل شيء فقدوا هويتهم فقدوا وطنهم فقدوا أهلهم فهن فعلا بحاجة لكل شيء فوقفت عاجزة أنه نحن شو بدنا نعلمهم ما فينا نوعدهم بشي ما نحسن نعطيهم ما فيني أوعدة أنه أنا رح أعلمك كل شيء ولا فيني كمان أنه وقف أنه شو بدي أعلم هاي الصبية فقلت لهم تمام نحن نحاول نتشارك مع بعض وكل مرة منشوف نتعلم شيء جديد بلش هيك اليوم الثقافي كان الصبايا أنه كان فيه بالنسبة لأيلي كان فيه صعوبة شوي بالموضوع ممكن يسألوني عن أمور أنا ما أعرفها فتسألني صبية أنه عن موضوع معين فقال له شو رأيك الأسبوع الجاي أنت تحكي لنا عن هذا الموضوع أنا أتصلح لك أخذ فترة روح أنه راجع أكتر شوف أنه هذا الموضوع كيف بدي أعطيه جواب أكاديمي هن حبونا وعندهم ثقة فينا وأي شيء رح نحكي لهم يا رح يآمنوا فيه ويصدقوا فلازم نحن مسؤولين عن المعلومة اللي نعطيهم إياها اليوم الثقافي بلش هيك صرنا نعطي معلومات طبية مديرة المعهد تقعد معهم كان فيه إلى سياسة خاصة جدا وناجحة جدا مع أنه أنا كنت بداية معارضة لسياسة المديرة بهذا الموضوع وهي حالة تحويل المعهد إلى معهد إلى أسرة فكانت تقعد مع الصبايا ساعة و ساعتين و ثلاثة باليوم الثقافي يحكوا مواضيع عادية البنات أول ما أجوا كان صعب أنهم يحكوا أي حديث يعني نطول معها ساعة حتى نخليها تحكي تقول اسمها خجل عقد نفسية مشاكل اجتماعية ويمكن صلى أكتر من سنين ما أنا شايفة ناس ما أنا ما بتطلع من بيتها ما بتدخل على بيتها فكانت المديرة تقعد تحكي معهم عن أمور الحياة بشكل عام كبداية صرنا بعدين مرة على مرة نطور حالنا أكتر صار في عنا غير المواضيع الطبية اللي نحكيها صار في عنا مواضيع صار في عنا يوم تجي في مدرسة يتعلمون فيه فقه إسلامي أمور عن النظافة عن الطهارة طريقة تجويد القرآن الكريم تجي صيدة العنية الدكتورة غادة تعطي معلومات طبية للبنات كيف الاهتمام بالصحة بالنظافة الشخصية أي شيء نقدر نقدم لهم إضافة إلى رحلات باليوم الثقافي رحلات بمناطق بعنتاب نحاول أن نفرجون فزحة تانية من الحياة غير اللي هني عم يشوفوها طيب دكتورة أحبذ لو تحدثينا عن المشاريع المشتركة مع المدارس والمنظمات والاتحادات الأخرى مشاريع كبيرة أو مشاريع يعني هي مانة من سياسة المعهد ولا هي من خططة ولكن مع هيك ما منرفضها صار في معرض بمؤسسة السنكري وشاركوا فيه منظمات عديدة شاركوا فيه الصبايا بعض القطع اللي خيطوها هني بإيدهم بعد شهرين من انطلاق المعهد خيطوا قطع وشاركوا فيها بالمعرض كانت الغاية أكتر من أنه هي اندماج مع المنظمات التانية أن نفرجي البنات الشغل هالأقصاص أكتر من أنه مشروع اقتصادي أو مشروع نحكي عنه حاليا هلأ عم نقوم بدورة إصعافات أولية بالمعهد لعشرين صبية دورة مدروسة لطلاب المعهد لطلاب المعهد وفيه كم صبية من خارج المعهد كانوا اندماجي يعني مو أكتر مع مبادرة ساهم وفريق سعي للخير أي مبادرة فيها ما تتعارض مع أهداف المعهد فنحن منرحب فيها طيب هل تواصلتم من أجل نقل هذه التجربة إلى ولايات أخرى في تركيا أو حتى تواصلتم مع الداخل السوري هلأ هي فيه مشروع أنه فكرة معهد تستقل تتطبق بالداخل السوري الإمكانات الاقتصادية هلأ حاليا هي الوحيدة اللي موقفة الموضوع طبعا نحن نتمنى أنه هدف أسرة تستقل هي سوريا وليس معهد تستقل نتمنى أنه تجربة معهد تستقل تتعمم بالداخل السوري وتتعمم بالتركيا وبكل المناطق بالنهاية هدفنا تمكين الفتاة السورية لصناعة سوريا المستقبل فمعنا أي مشكلة لأنه للتواصل ولما بتتاح الإمكانات أنه نعمم هذه التجربة بمناطق تانية طيب ما هي خطتكم المستقبلية دكتور؟ خطتنا الأساسية المبدئية والمستقبلية هي الفتاة السورية تمكين الفتاة السورية بنت الموجودة السورية الآن لازم تتعلم هي رح تكون مدرسة رح تكون طبيبة رح تكون محامية رح تكون وزيرة رح تشغل مناصب سوريا المستقبل تمكينها اقتصاديا إذا البنت ما تحررت اقتصاديا ما فيها تتحرر منها واحد تانية تمكينها اجتماعيا الهدف المبدئي والمستقبلي لمعهد تستقل هو الفتيات السورية أشكرك جدا دكتور راميا مستو من إدارة معهد تستقل ونتمنى لكم التوفيق دائما في مشاريعكم وأشكر لكم دائما مشاهدين الكرام على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع منظمة جديدة السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا